اسم الدرس وظف مكتسباتي وأقيمها المسألة الأولى أولاً لفلاح خمس قطع من الأرض مزروعة حبوباً رشها بمبيدات الحشرات والأعشاب الطفيلية بكميات متناسبة طرداً مع مساحاتها وفيما يلي جدول تفصيلي لمساحات هذه القطع وكميات المبيدات المخلوطة التي يقع خلطها بالماء قبل رشها أكمل فراغات الجدول قيس مساحة القطع كمية المبيدات المخلوطة بالماء بالدسيلتر القطع الأولى 140 القطع الثانية 300 60 القطع الثالثة 50 ألف سنطار القطع الرابعة 220 القطع الخامسة 10 هكتار الإجابة لو تمعنا في معطيات الجدول جيداً لوجدنا أن كل 60 دسيلتر تكفي لرش مساحة 300 أر إذن سنقوم بتحويل جميع المساحات إلى الأر من ثم إجراء العمليات الحسابية الآتية 50 ألف سنطار يساوي 500 أر 10 هكتار يساوي ألف أر المساحة اللازمة لرش 140 دسيلتر من المبيدات المخلوطة بالماء 140 في 300 على 60 يساوي 700 أر كمية المبيدات المخلوطة بالماء بالدسيلتر المناسبة لقطعة أرض تمسح 500 أر 500 في 60 على 300 يساوي 100 المساحة اللازمة لرش 220 دسيلتر من المبيدات المخلوطة بالماء 220 في 300 على 60 يساوي 1100 أر كمية المبيدات المخلوطة بالماء بالدسيلتر المناسبة لقطعة أرض تمسح 1000 أر 1000 في 60 على 300 يساوي 200 200 قيسم ساحة القطعة كمية المبيدات المخلوطة بالماء بالدسيلتر القطعة الأولى 700 أر 140 القطعة الثانية 300 أر 60 القطعة الثالثة 50 ألف سنطار 100 القطعة الرابعة 1100 أر 220 القطعة الخامسة 10 هكتار 200 أنتجت هذه الكطعة من الأرض 1440 قنطار من الحبوب أحدد معدل إنتاج الهكتار الواحد الإجابة مساحة كامل القطعة بالهكتار 700 مع 300 مع 500 مع 1100 مع 1000 يساوي 3600 أر يساوي 3600 أر معدل إنتاج الهكتار الواحد معدل إنتاج القطع على المساحة الجملية للقطع 1440 على 36 يساوي 40 قنطار لو لم يقم الفلاح برش المبيدات لخسر خموسي كتلة أصابة التي تحصل عليها أحدد معدل خسارته في الهكتار الواحد لو لم يقم برش المبيدات الإجابة الإجابة لو لم يقم الفلاح برش المبيدات لخسر كمية تقدر بـ 1440 في 2 على 5 يساوي 576 قنطار معدل خسارته في الهكتار الواحد لو لم يقم برش المبيدات 576 على 36 يساوي 16 قنطار المسألة الثانية ثانياً ألف أرسم نصف مستقيم نون لام باء أرسم الزاوية نون عين نون هاء التي منصفها نون لام وقيسها ستون درجة جيم أعين نقطتين جيم وباء حيث تنتمي الأولى إلى نون عين وتنتمي الثانية إلى نون هاء وتبعد كل منهما عن النقطة نون بثمانية سنتيمتر دال أرسم قطعة المستقيم جيم باء هاء ماذا يمثل نون لام بالنسبة إلى جيم باء؟ الإجابة ألف باء أضع مركز أداة قيس الزوايا المنقلة على النقطة التي سنتخذ منها رأسا للزاوية وفقا لما جاء في المعطيات السابقة مثبتا خط الصفر على نصف المستقيم نون لام وأعين التدريجة ثلاثين التي ستكون تحت نون لام من ثم نقيس الفتحة الثانية والتي ستكون فوق نون لام لنتحصل في النهاية على الزاوية نون عين نون هاء جيم جيم دال هاء نون لام هو الموسط العمودي لجيم باء يمثل الشكل نون جيم باء تصميما لجزء من قطعة مصوغ تقليدي يسمى بي الخلال ورثت السيدة نور منه قطعتين عن جدتها وفيما يلي جدول تفصيلي لأهم البيانات حول هاتين القطعتين مساحة القطعة بالسنتيمتر المربع كتلة واحد سنتيمتر مربع من الذهب في القطعة بالغرام كتلة كامل القطعة بالغرام سمن واحد غرام من الذهب بالدينار قيمة القطعة بالدينار القطعة الأولى 32 3 18 القطعة الثانية 32 3 18 كلفت السيدة نور نجارا بإعداد صندوق لحفظ قطعتي المصوغ ودفعت له 35 دينارا أبحث عن الكلفة الجملية للتحفة التراثية التي تحتفظ بها السيدة نور الإجابة كتلة كامل القطعة واحد بالغرام مساحة القطعة بالسنتيمتر المربع في كتلة واحد سنتيمتر مربع من الذهب في القطعة بالغرام إثنان وثلاثون في ثلاثة يساوي ستة وتسعين غرام قيمة القطعة بالدينار ثمن واحد غرام من الذهب بالدينار في كتلة كامل القطعة بالغرام ثمانية عشر في ستة وتسعون يساوي ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين دينار كتلة كامل القطعة الثانية بالغرام مساحة القطعة بالسنتيمتر المربع في كتلة واحد سنتيمتر مربع من الذهب في الكتلة بالغرام إثنان وثلاثون في ثلاثة يساوي ستة وتسعين غرام قيمة القطعة بالدينار ثمان واحد غرام من الذهب بالدينار في كتلة كامل القطع بالغرام 18 في 96 يساوي 1728 دينار مساحة القطع بالسنتيمتر المربع كتلة 1 سنتيمتر مربع من الذهب في القطع بالغرام كتلة كامل القطع بالغرام 8-1 غرام من الذهب بالدينار قيمة القطع بالدينار القطع الأولى 32-3-96-18-1728 القطع الثانية 32-3-96-18-1728 القلفة الجملية للتحفة التراثية التي تحتفظ بها السيدة نور قيمة القطع الواحدة بالدينار في 2 مع 8 صنع الصندوق 1728 في 2 مع 35 يساوي 3491 دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر